سلام عليكم ورحمة الله في مشروع الصرف الصحي لموسير للمحضار بحتاج ان انا احصر كمية الرملة اللي بحتاجها عشان اه احطها حولين الموسير او اعلى الموسير او كطبة اساس تحت الموسير بتاعتي طيب بحتاج احصر الرملة دي ليه للتلات اسباب او السبب عشان انا بعارف كمية الرملة الاجمالية اللي انا محتاجها للمشروع في حدود قدية تاني حاجة عشان ابقى عارف اسبوعيا كل اسبوع اللي انا بعمل حصر الرملة اللي احتاجها مستقبلا للشغل بقى بعارف الكمية في حدود قدية عشان المورد بتاعي بقى عامل حسابه وورد رمال على قد ما انا محتاجة ما حصلش عندي عكس طيب اه تلت حاجة عشان برضو اعمل كنترول على الشغل يعني بمعنى انا اشوف انا وردت رملة قد ايه وكان المفروض هندسيا انا محتاج رملة قد ايه الفرق بينهم ده عبارة عن هالك ده رملة انا جبته وما استخدمتهش فلازم الهالك ده يكون في حدود المسموح به ولا يبقى عندي مشكلة في الموقع وفي كمية رملة كتيرة انا بقى لك تمام طيب عشان احصل الرملة دي محتاجش والداتا اول داتا محتاجها هو ابعاد القطاع بتاعي القطاع اللي هو خندق الحفر القطاع بتاعه وعرضه كام وارتفاعه قد ايه طيب العرض بتاعه بيتحدد بناء على القطر الموسيقى عندي مسلا حسب المواصفة لو القطر بتاعي اقل من ربعمائة ملي لغاية اقل من ربعمائة ملي بيبقى عندي القطاع عرضه تسعين سنتي لو زاد عن ربعمائة او ربعمائة بيبقى القطر زائد تسعين سنتي فهنا عندي الاربعين سنتي حيبقى العرض بتاعي الاربعين سنتي دول زائد تسعين قديني متر وتلاتين تمام عندي التاني حاجة الارتفاع الارتفاع برضو بيتحدد بناء على قطر الموسيقى هو ايه هو عبارة عن ارتفاع السمك الطبقة اللي هي طبقة الاساس وارتفاع المصورة زائد ارتفاع الطبقة اللي هتبقى فوق المصورة طيب القطاع مش كله بيتردم رمل انا عندي بس لغاية مسلا هنا عن حسب المواصفة لغاية اعلىбиعة المصورة من سبعة على المصورة بتلاتين سنتي والبقى بتردم بناتك الحفر طيب اسفل المصورة عندي عشرين سنتي بعد كده قطر المصورة زائد التلاتين اللي فوق المصورة طيب عمل seeking هنا في الارتفاع هايبقى عندي عشرين سنتي زائد القطر طبعا شان هنا بالملي بنسموه على الف زائد اعلى المصورة بتلاتين سنتي باه انا كده جبت العرض والارتفاع بتاع الاقطار اللي عندي في المشروع. طيب نايمسني ايه? نايمسني ان انا احسب حجم الموسيق حجم الرمال. اول حاجة لازم احط اجمال الاطوال المنفذة من كل قطر. يعني مثلا عندي انا واقف عندو نقطة معينا في المشروع كنت منفز اه مثلا كيلو ومتين في الموسير المية وستين ميلي وكدت منفز مثلا تلاتة كيلو في الموسير المتين وكدت في الموسير المتين وخمسين منفز مثلا متين وخمسين متر تمام عندي اول حاجة انا عايز المساحة المساحة بتاعت القطاع مخصوم منها مساحة المصورة اللي هي اصلا مش حط فيها راملة فانا محتاج المساحة الصفية دي عشان اطربها في الطول يديني حجم الراملة المطلوبة هندسية طيب مساحة المصورة باي دي سكوير على الاربعة هيديني مساحة المصورة اللي هو الاربعة تلاتة اربعة اشرة في ايه ايه دي ما سوما على الف عشان هو بالميلي سكوير على الاربعة يديني مساحة مقطع المصورة لكل نوع لكل قدر من الموسيع طيب عندي حجم الراملة هيساوي هيساوي ايه مساحة اللي هي عبعاد الخندق مطروح منها مساحة مقطع المصورة مضروب في الطول عندي هنا ادي الطول مضروب في العرض مطروح منه المساحة مقطع المصورة مضروب في طول مالي الطول اللي تنفس طبعا هنا اه مش ملفز حاجة في الترتفاع خمستاشر واحدة ربعمية ولا ستمائة وتلاتين يبقى انا عندي اجمالي حجم الرمال المطلوب هجمعه وعندي حاجة تانية هي اجمالي حجم الرمال المقراض اجمالي الحجم المطلوب ده الاجمالي هندسيا بالزبط طبعا المقراض هيكون اكبر مسلا لو طلع المرد عندي الفين وسبعمية متر مكعب يبقى انا عندي الفرق تسعة خمسين متر مكعب زيادة انا جبتهم زيادة في الموقع فنسبة الهالك بتاعتها تبقى اتنين واربعة وعشرين من مية في المية اللي هي نسبة الهالك عندي بتساوي حجم الفرق على الحجم المطلوب يعني مورد قد ايه زيادة من الحجم اللي كان المفروض انا محتاجه من الرمال فطبعا نسبة الهالك دي هي اللي هتحدد عندك على حسب هي مسلا معدة الخمسة في المية او السبعة في المية بقى انا كده عندي مشكلة انا بهالك نسبة رمل كتير فبناء على نسبة الهالك انا بعمل كنترول على المشروع بشوف انا كده كمية الرمل اللي بتتهالك بالنسبة لي كده كمية كبيرة ولازم يحصل فيه تعديلات في موقع عشان الكمية دي تقل يا اما الناس بتطلب كميات رمل لديفان المواسير بتطلبها بالزيادة فبالتالي هو مش بيتبقى عنده جزء الجنب خط المواسير فما بينقلوش ما بيحصل الهالك كبير تمام عندي الاخر حقيقا هو بس ان اجمالي العطوال اللي انا بحطها دي بتكون الاجمالي العطوال الحقيقية اللي تنفزت في الموقع اللي هي صاف الطول من خرصانة المطبق من بره لغاية خرصانة المطبق التاني من بره طبعا ده من اسفل لان سمك المطبق لو عمقه كبير بيبقى سمك جدار المطبق متدرج فانا بحسب من اسفل نقطة في المطبق من عند المواسير بالزبط بجيب صافي الطول بتاع المواسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة